انطلق ماراثن زايد الخيري الذي يتم تخصيص العائد منه للصالح مستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحروق بالمجان بمشاركة نحو 25 ألف من النشأ والشباب والمواطنين من مختلف الأعمار السنية بدأ الماراثن الرئيسي من أمام استاد الاسكندرية لمسافة 10 كيلو مترات بالإضافة إلى سباقات الماراثن لمسافة كيلو مترين كما يشمل فئات أصحاب الهمم والأطفال تحت سن عشر سنوات وكبار السن فوق الستين عامة